كمان دولة رئيس الوزراء قال اننا اجرينا مناقشات بناءة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ده كان خلال الاسبوع اللي فات صحيح وكمان قال ان هو كمان في زيارة مرتقبة او المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي هتزور مصر وبعدها كمان هيجي فريق الصندوق تمهيدا لمراجعة الرابعة هو ده اللي كان سبب في حديث مرة اخرى في خامة الرئيس لما اتكلم على ضرورة ان يعني ننظر في مراجعة البرنامج اللي مع صندوق النقد الدولي علشان نستوعب المستجدات الجديدة والمطلحقة اللي دخلت علينا يعني بعد ما كنا اتفقنا مع الصندوق على المستهدفات بتاعتنا ويمكن عشان كده انا قلت يمكن في اللقاء السابق ان السيدة وزراء المجموعة الاقتصادية والسيد محافظة بنك المركزي سفروا واشنطن وكانوا في الاسبوع واحنا بنتكلم الاسبوع اللي فات كانوا بالفعل بدأوا الاسبوع الاجتماعات السنوية والحقيقة يمكن الشيء المهم جدا اللي حضراتكم احابب ان انا اقولوا ان حصلت مناقشات بناءة مع الفريق بتاع الصندوق بالكامل طوال مدة الاسبوع وعايز ا اكد على النقاط مهمة جدا لان اثير وتقال كلام كثير المراجعة والتفاوض ما بيتضمنوش ان احنا نحصل على اي مبلغ جديدة ولا قروض اضافية ولا اي شيء ولكن احنا اللي احنا اتكلمنا فيه ان احنا عايزين نراجع الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف والمستجدات اللي بقت موجودة بما لا يحمل المواطن المصري اي مزيد من الاعباء الاضافية في خلال الفترة القادمة وبالتالي بنحاول ان احنا بنتكلم معاهم على اطالة امد بعض الاجراءات علشان ان احنا نخفف من الظروف الغير مسبوقة اللي موجودة دلوقتي الشيء المهم اللي بنأكد عليه ان ان شاء الله الاسبوع القادم سيشهد زيارة رسمية من السيدة المديرة التنفيذية لسندوق النقط الدولي لمصر ويعقب زيارتها مباشرة وصول فريق المراجعة من السندوق علشان ان نبدأ معهم اجراءات المراجعة الرابعة ان شاء الله للبرنامج بتاعنا مع السندوق النقط وبالتالي انا حابب بس ان انا احط حضراتكم في هذه التفاصيل علشان حضراتكم نبقى عارفين هذا الشام